مرحبا أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من تفقيف صيدلاني رجعنا لكم بعد فترة طويلة من الانقطاع والتوقف بسبب المشاغل وبهاي المناسبة بدنا نحكي لكم عن واحد من المنتجات الجديدة والفريدة في السوق الأردني بدنا نحكي لكم عن الفيمسينس جهاز كشف الإباضة عن طريق الموبايل بس قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات شان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول ويا ريت إذا حبيتوا الفيديو تعملوا لايك وتنشروا عشان يوصل للجميع ومباشرة خلينا نبلش الحمل والإنجاب وتكوين الأسرة هي واحدة من أهم غايات الزواج واحدة من أحلى المواقف اللي بتفرح قلب الزوجين لكن للأسف في عديد الأزواج بيكون في عندهم صعوبات أو تأخر في حدوث الحمل والإنجاب لأسباب عديدة ومتنوعة وحدة من أهمها عدم قدرتهم على تحديد الموعد الدقيق للجماع لحدوث الحمل وتحديد الفترة اللي بتكون فيها السيدة أعلى جهوزية لحدوث الحمل خلال الدورة الشهرية عند السيدة بيكون في فترة قصيرة الخصوبة في أعلى مستوياتها تتراوح هاي الفترة بين أربعة لخمس أيام وهي يوم الإباضة ويومين قبله ويوم بعده هاي الفترة اللي بنسميها الفيرت الويندو أو نافذة الخصوبة بتكون أحسن فرصة لحدوث حمل وإنجاب بمشيئة الله وعشان هيك من المهم جدا أن السيدة تعرف تحدد هذا الموعد بشكل دقيق عشان تزيد من فرص ومن احتمالية حدوث الحمل وعلى خلاف المعلومة السائدة عند أغلب السيدات أن الإباضة بتحدث حصرا في اليوم رقم 14 من الدورة الشهرية عند كل السيدات لازم نكون عارفين أن موعد الإباضة بيختلف من سيدة إلى أخرى بناء على عدد أيام دورتها الشهرية وبيختلف عند نفس السيدة من شهر لشهر ثاني بناء على عدة عوامل أهمها مستوى الهرمونات والضغوطات والاضطرابات النفسية عشان هيك لازم يكون عنا طريقة دقيقة وصحيحة وواضحة لمعرفة موعد الإباضة اللي بتزيد فيه فرص الحمل والإنجاب وهنا بيجي دور منتج الفيمسينس اللي رح أحكي لكم عنه اليوم وكيف بيعمل هاي العملية بكل احترافية ودقة فيمسينس هو جهاز لكشف وتحديد الإباضة عند السيدات بشكل دقيق وسريع وهو ببساطة عبارة عن لساقة بتقوم السيدة بتثبيتها أسفل الذراع ابتداء من اليوم 11 للدورة الشهرية وبتستمر في وضحها من 5 إلى 7 أيام بعد هيك بتقوم بتوصيل هاي اللساقة مع التطبيق الخاص بها على الموبايل عن طريق الـ NFC هاي اللساقة بتحتوي بداخلها على مستشعرات بتقوم بحساب درجة حرارة جسم السيدة بشكل دقيق درجة الحرارة شو دخل للحرارة بالإباضة؟ من المعروف والمثبت علميا أنه درجة حرارة جسم السيدة بترتفع إشي بسيط مباشرة بعد حدوث الإباضة هذا الارتفاع في درجة الحرارة ممكن السيدة ما تستطيع تلاحظه أو تميزه لكن الجهاز ومستشعراته قادرة على كشفه وتحديده بدقة بعد هيك بتعطي السيدة إشعار على موبايلها أنه حدثت الإباضة وأنه هذا وقت مناسب للجميع بقصد الحمل من أهم ميزات فيمسينس أنه جهاز ما بيحتوي أبدا على أي مواد هرمونية وما بيقوم بإطلاق أي أشعة ضارة ناهيك عن السهولة المطلقة في الاستخدام وأنه ما بيحتاج تقوم السيدة بأخذ عينة بول بشكل يومي في موعد محدد كل اللي عليها تعمله تثبت اللصاقة وتوصلها بالموبايل وهو لحاله رح يعطيها إشعار وقت حدوث الإباضة بهاي الطريقة السيدة بتقدر تحدد الموعد المناسب للجماع لزيادة فرص الإنجاب وبنفس الآلية بتقدر تمنع الحمل أو تنظمه عن طريق أنه التطبيق رح يعطيها الفترة اللي من خلالها بتكون السيدة في أعلى درجات الخصوبة بالتالي تتجنب الحمل في هاي الفترة بدون أي وسائل إضافية هاي كل المعلومات اللي حبينا نقدملكوا إياها إذا عندكم أي سؤال اتركوه في التعليقات وأكيد رح نجاوبكم لا تنسوا تدعمونا من خلال الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو بنشوفكم فيديو جديد سلام